يعزم انا مئة وستين نقطة بزيت كافي تجلت فيها مئة مليون وستمائة نقطة بزيت يش هلوي له حقه كلين دحين خلينا نشمع منه اوكي يصير المليون وستمائة الف نقطة هادي تلفها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه بطل أخوف سنتره حجل حجل اشتري حجل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اقبى شخص بالنسبة لي الشخص اللي يقول لك لو تلعب بالشامبين هذا لانه سهل او انت فس عليه لانك بتلعب بالشامبين سهل 150 شامبين في القيم اللي تغلب بلعبه حبيبي وخليه هو حمار يركز على زد ولا بلانك وفين ودريفن ويجلسها 5 سنين انت توصل تشالنجر وهو لسه لعب حبيبي قارن اقوز عليه وكسر وجهه ولطشه واطلع منها وخليه في محله ويجلسه ومكان اكسر اللي الايغو ايش يسموها الايغو هذا العنجهية حقته او مو الايغ العنجهية الكبرياء المريض هذا اللي اللي خليه لي انا اربط الايغ ومتطلباتها بالحياة العملية اللي تتطلبها الحياة لانه يتقدم في حياته العملية هو الادم اللي ينجح اللي يمسك على ايديا والايديا هذي يتزمت فيها ويجلس طول عمره متمسك فيها وما يبغي يتنازل هيجلس طول عمره متزمت واخلاقه زبالة والتعامل مع زبالة وماهو تيم بلاير والناس ما هتعرف تتعامل اذا انتوار يا بادا تشت افان مان ليه الشامبيون اللي انت تبقى تلعب وبالعكس دائما لما تبدأ حياتك العملية ايش تبدأ تبدأ من الصفر تبدأ تتعلم الحاجات البسيطة صح؟ لما نجيبوك شغل جديد ما هيمسكوك مدير ادارة هيمسكوك تيم عشرين نفر توبك بتتعلم هيبدأوك في السلم من تحت ليكس دا سيم ابدأ في الشامبيون السهلين وبعدين تطور مع الوقت لا انا شفت مونتاج لفين قتل خمسة لحاله قوسو انا ابو اكون قوسو العربة الجديد هاو سيفر بداي ران حبيبي ران بريب سع اوكي شوية شوية هذا بس بتسويس رايحة اووو يا ايه ات 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 جو 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 راه راه روح علي 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 اي حتى نصيحة يا أخواني ألعاب الشامبيون هل سهلين أتعلم القيم أتعلم الأساسيات الأساسيات من منطلق الأساسيات اللي أنا حطيتها في فيديوهاتي كيف تفرم كيف تستخدم الافكيز كيف تحط الواردس ومسك شامبيون بسيط يصير مخك أو عقلك جزء كبير منه يعني متفرغ لأنه يفهم الحاجات العامة هذه بدل ما أنت يعني تفرغ مخك أنه هو يفكر أنه كيف أتحكم بالماكرو ميكانيكس حقة الشامبيون مزبوط أبغى أتحكم في الشامبيون هذا وبتعلم كيف زد يسوي فطيس طولة التيم فايت أو طولة القيم وأنت بتحاول تسوي الكومبوز حقة زد وتنسى اللي حولك تنسى الجنجل فين وتنسى فين تحطوار تنسى كيف تسوي سي أزي الناس تنسى كيف تسوي ويف مارجنت بس عشان تبت تسوي كومبوز دائما تبت تبدأ بالشامبيون سهل تتمكن من الأساسيات بسرعة حتتعلمها بسرعة حتتشربها بسرعة بعدين تبدأ تلعب للشامبيون الأصعب وحتلاقي للشامبيون الأصعب أسهل عليك أنا ما كنت أعرف ألعب ADC ونبدأت القيم مثل من لعب ADC وقف محلي زي القبلة فجأة يعني بديت ألعب التوب بديت ألعب الشامبيون تحقونه support وبدأت تحرك وتعلمت الانيميشن cancel وتعرمت لهذا فجأة جلست ألعب ADC لقيت نفسي أسوي الحاجات هذه كلها بايدفوت طموح واجب بالعكس نبغاك تطمح بس الطموح كويس لو في بلان تبغى توصل للطموح هذا الطموح مش اليوم أنا في نقطة واحد الطموح نقطة مية أنا أسوي جنب على نقطة مية الحياة ما هي زكيدا الحياة اجتهاد وكرف وألم وتعلم ووقت تصرف وجهد أبغى طمح أني ألعب champion كويس ما أبغى تعلم ولا حاجة أبغى ألعب champion كويس هذا ما ينفع شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة